موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته آمين اللهم آمين داود وسليمان عليهما السلام ذكر الله تبارك وتعالى لنا في كتابه قصصا كثيرا عن داود وسليمان عليهما السلام فداود عليه السلام وهو الأب نبي مميز من قديم كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى وكذلك ميز سليمان عليه السلام بمزايا كثيرة وعديدة ولكن قبل أن نبدأ بذكر الحديث المباشر عن داود عليه السلام وكذلك سليمان من بعده نبدأ بمقدمة يسيرة فنقول رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء مؤيدا بالوحي الكريم وهو الذي ذكر لنا قصة داود وسليمان عليهما السلام وجاء هذا في كتاب الله عز وجل فيما يعرف بالقصص القرآني والقصص القرآني في كتاب الله عز وجل كثير حتى سميت سورة كاملة باسم سورة القصص وهناك قصص كثير في القرآن حتى قال بعض أهل العلم إن ثلث القرآن قصص تلت القرآن الكريم قصص طيب هذا القصص في كتاب الله عز وجل يختلف عن القصص خارج القرآن القصص القرآني مختلف تماما عن القصص خارج القرآن الكريم وذلك أن القصص القرآني هو أحسن القصص كما قال ربنا سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص وكذلك هو أصدق القصص يعني كثيرا ما نسمع من بعض إخواننا الدعاء الذين لا ينقبون عن صحيح الآثار يذكر قصصا ربما خالف أصلا العقيدة إنما يعني هو وجده في كتاب ودون تثبت أو تحري هو يعني نقل هذا القصص وبثه في الناس وتناقله الناس وهو في الحقيقة ليس بصحيح القصص القرآني يمتاز بالصحة هو أصدق كلام وأصح كلام إذ أنه كلام ربي سبحانه وتعالى إذن ما سنذكره عن داود عليه السلام وكذلك عن سليمان عليه وعلى نبينا السلام فهذا هو أصدق ما قيل في شأن داود وسليمان عليهما السلام طيب لماذا القصص في كتاب الله عز وجل لماذا يعني تذكر قصة داود أو قصة سليمان عليهما السلام في القرآن فنقول بداية القصص في كتاب الله عز وجل لأخذ العبرة والعظة يبقى إحنا لما نتدارس قصة داود عليه السلام ومن بعده قصة سليمان عليه السلام فهذا لنأخذ العبرة والعظة إحنا المفترض أن إحنا بنستفيد من هذا القصص ولم لا وقد قال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة يبقى إحنا بنتدارس قصة داود وكذلك قصة سليمان لنأخذ العبرة والعظة طيب في المواقف المختلفة كيف كان يتعامل داود عليه السلام لما كانت تأتيه قضية من القضايا كيف كان يعمل على حلها حينما يعبد ربه كيف كان يعبد ربه كذلك سليمان بما تميز ولما تميز وما الذي استفاده سليمان عليه السلام من هذا التميز ومن هذه المواهب التي أعطاها الله عز وجل له وكيف كان يعبد ربه وكيف كان يعمل على حل القضايا وكيف أدى شكر هذه النعم إذن القصص في كتاب الله عز وجل عموما لأخذ العبرة والعظة ومن هذا القصص كما قلنا قصة داود وسليمان عليهما السلام كذلك القصص في كتاب الله عز وجل للعلم إحنا بنتعلم من هذا القصص وقصة داود وسليمان عليهما السلام جاءت مبسوطة في كتاب الله عز وجل في أكثر من صورة سواء داود أو سليمان عليهما السلام فنحن نتعلم عن داود وسليمان ومن داود وسليمان إحنا ما كنا نعرف داود وسليمان إلا من خلال ما جاء في التوراة والإنجيل والقرآن جاء مثبتا لبعض ما جاء في التوراة والإنجيل ونافيا للبعض وهو أصدق ما قيل أي طبعا القرآن الكريم فنثبت لداود عليه السلام كل ما أثبته الله عز وجل له وننفي عنه الجهالات التي نسبت له وكذلك لسليمان عليه السلام إذن نحن نعرف أو نتعرف على داود عليه السلام وعلى سليمان عليه السلام وعلى حياتهما وعلى أحوالهما وهكذا وكذلك نتعلم منهما إزاي مثلا أدو شكر هذه النعم التي أعطاها الله عز وجل لهما إحنا إزاي هذا نتعلمه من داود ومن سليمان كيف كان داود يقرأ الزبور مثلا ويتغنى به بصوته الندي الشجي فنحن نتعلم هذا وطبعا سنربط بين قصة داود وسليمان وكذلك بين الآيات وبين الأحاديث التي اختصت بأمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن مثلا كما سيأتي داود عليه السلام يعني ما سمع الناس مثل صوته وكذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو موسى الأشعري الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لقد أوتيت مزمارا من مزمير آل داود إذن هناك أيضا من كانت له مواهب ومن تأسى بداود أو شارك داود مشاركة جزئية في بعض النعم والمواهب التي امتنى الله عز وجل بها عليه إذن فالقصص أي القرآني نحن نتعلم منه كذلك أيضا القصص في كتاب الله عز وجل لإثبات صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم ما عاش في زمن داود ولا سليمان وما رآهما رأي عين في حياتهما وما كان بتلك البلاد إذن فمن أين عرف محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا القصص ونحن لو تتبعنا آيات القصص نرى أن في ختام بعضها يقول الله عز وجل وما كنت لديهم يعني مثلا في قصة زكريا عليه السلام وإلقائه للأقلام طبعا زكريا عليه السلام أراد أن هو يكفل السيدة مريم وأراد بن إسرائيل كذلك أن يكفل السيدة مريم فيعني تنازعوا فيعني كانت مسألة الأقلام يلقون أقلامهم القرآن وصف هذه المسألة إزاي هما ألقوا أقلامهم فقال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أنت ما كنت شاهدا إذن من أنبأك هذا أنت من علمك يا محمد وأخبارك بهذه الأخبار ففي هذا إثبات لصدق دعوته ونبوته صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في قصة موسى عليه السلام وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر فما كنت هناك في الوادي المقدس وما كنت في هذه البلاد ولا في هذا الزمن فمن أين علمت يا محمد مثل هذه الأخبار وكذلك أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما شهد داود ولا سليمان إذن من أين علم رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار والتي فيها الوصف الدقيق لحياة أو لجوانب من حياة داود وكذلك من حياة سليمان عليهما السلام يعني مثلا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا سليمان وهو يتكلم مع النملة أو يسمع النملة وهو يتكلم مع الهدهد مثلا هل رأى رسولنا صلى الله عليه وسلم جيش سليمان بن داود لا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ومع ذلك يذكر ما قالت النملة وما قال الهدهد وما قال سليمان وهكذا الشأن أيضا بالنسبة لداود عليه السلام ونحن في هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة متقبلة نأتي بداية على قصة داود ثم ننتقل بعدها إلى قصة سليمان عليه السلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد آمين اللهم آمين غفر الله لنا ولكم أحبتي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر